وتعالى نعيش مع بعض تجربة الامل وتعالى نشوف نعمل ايه اول حاجة عشان تعيش تجربة الامل دي قبل البدء في اي عمل هتعمله استحضر نظر الله لك وابدأ العمل بباسم الله باسم الله يعني ايه استعينه بالله وهو مددي وهو سندي فلن اعجز ولن يسبني الكسل ولن تضيع عمتي تاني حاجة تعملها عشان تكون من اهل الامل خطط لاعمالك بشكل جيد وممكن يساعدك في ده انك تطلب المشهورة من حد ممكن يكون من الخبر كمان ممكن تعمل حاجة تالتة كمان وتكون الحاجة دي مهمة جدا 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 ان انت ترتب اولوياتك لان ترتيبك لاولوياتك حسب الخطة اللي انت بتعملها هتفتح عليك باب كبير جدا 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 ان انت تعيش بأمل رابح حاجة ودي شيء مهم جدا جدا ان انت تتخلص وترقب نفسك ان انت تتخلص من التفكير الاسود التفكير الاسود ان بكرة هيبقى زي النهاردة مش حقيقي ده هذا كذب وليزيك اللي لازم تعمل ايه تقول لنفسك كل ما قالتلك ان بكرة هيكون مش احسن من النهاردة اقول لها يا نفس لا تكذبي فان اليوم مولود جديد اتى الله به وليس هناك آت من عند الله اوقات الضيق وما تخليش نفسك تستحي ان انت تتذكر الزكريات الحسنة لان دوة جزء من قوله تعالى واذكرهم بأيام الله تذكر هذه الزكريات الحسنة وخلي عندك ان هذه الزكريات الله سبحانه وتعالى ما اجراها في حياتك الا لكي يعيدك بانه يعطيك اكثر منها وافضل منها لانه كريم وواسع ويا سلام لو ختمت الاجراءات دي بان انت كل يوم الصبح تبدأ يومك بدعاء سلام الامل وتحاول ان يكون عندك السلام ده فتقول يا سلام حبب الي الحياة حتى اجدد ايماني بذلك الحب وافتح علي من الرجاء ما تجعني ازداد املا مع كل نفس من انفاسي فاحيا بجمال وصلك وجمال الامل يا رب العالمين اقول كده يا سلام حبب الي الحياة حتى اجدد ايماني بذلك الحب وافتح علي من الرجاء ما تجعني به ازداد املا مع كل نفس من انفاسي فاحيا بذلك الامل وبذلك الوصل يا كريم يا ودود يا رب العالمين اشتركوا في القناة